ضغط الدم الكل يتكلم عن ارتفاع ضغط الدم ولا أحد يتطرق إلى انخفاض ضغط الدم كثير مننا يعاني من انخفاض ضغط الدم أو كثير من الناس تعاني انخفاض ضغط الدم ولا أحد يهتم بهم ما هو ضغط الدم وكم النسبة الطبيعية ومتى نقول هذا ضغط مرتفع وهذا ضغط منخفض اليوم حديثنا عن الضغط المنخفض اللي هو أقل من 90 على 60 وإيش اللي بترتب لو احنا ما انتبهناش لهذا المستوى نتكلم عن أسباب الضغط اللي انخفض وطرق علاجه بالطرق البسيطة البيتية أو بالطب البديل تابعوني في هذا الفيديو سنتحدث ان شاء الله عن كل الملاحظات اللي ذكرتها أحبتي في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الضغط هو انقباض القلب لدفع الدم لتوصيله إلى جميع أعضاء الجسم لتوصيل الأكسجين والتغذية لهذه الخلايا حتى تؤدي وظيفتها المطلوبة منها إذا ما وصلش الدم إلى المخ تفكيرك بنشل وبتحس بالنعاس معناها ضغطك منخفض إذا ما وصلش للكلة معناها ما فيش فلترة أو كمية البول توقفت أو ما فيش بول معناها أنه انت ضغطك منخفض لأنه الدم ما راحش بكمية كافية للكلة وبالتالي ما تمتش عملية الفلترة لإخراج السائل نفس الشيء إذا أنت حسيت بالدوخة إذا وقفت أو إجيت تتحرك لقيت نفسك مش متزن معناها ما وصلش إلى المخ وبالتالي أنت مش هتقدر توجه عضلاتك أو تتحكم في سلوكك فحتطيح ومغم عليك كل هذه الملاحظات اللي إحنا بنتكلمها عن انخفاض الضغط اللي هو نزل عن 90 عن 60 معناها أن هي مؤشر لوجود خلل أو مرض بالتالي إيش المسببات هل هو انخفاض الضغط مرض أو هو عرض لمرض عرض لمرض معناها هناك مسبب آخر ومرض آخر أدى أو حدث آخر أدى إلى انخفاض الضغط النزف الخارجي حوادث السيارات أو غيره طبي أنت نزفته مرئة والتالي دمك قال إسعافه أو حل هذه المشكلة بأنه أنت توقف النزيف هذا رقم واحد ثم إعطاء بديل للكمية اللي خرجت من الدم بنفس الفصيلة وما يكونش فيها أي عامل تحسس أو نعطي الإجلاز مع السريع أو المحلول الملحي حتى ندركه بفصيلة الدم المناسبة إله علشان نحفظ على توازن الأملاح اللي هي موجودة في الدم علشان تؤدي وظائفها أعضاء الجسم بصورة اعتيادية هذا لو كان النزف خارجي طيب لو كان النزف معوي معناها أنه هناك مرض أو في شيء في داخل الجسم أدى إلى النزف المعوي نتيجة التقرحات أو الكرونس ديزيز أو أي حدث عرضي داخلي أدى إلى أنه إحنا نفقد سائل الدم في داخل الأمعاء وهذا بيكشف تلقائي من خلال تكرمه لون البراز اللي بيكون مسود نتيجة الأحماض والإنزيمات أو ونزول الدم مع البراز يعني ما وصلش إله عصارة المعدة اللي هي فيها حمض الهايدروكلوريك اللي بيحوله إلى اللون الأسود لكن نزل بنزف مع محتويات الأمعاء وهذا دليل على نزف معوي داخلي نتيجة التقرحات أو خلافهم طيب عندك نقص في الحديد ونقص في الفوليك أسد يعني أنيميا يعني أنت ما عندكش كمية دم كافية كوريات دم قليلة كمية هوموغلوبين قليل فبالتالي لازم يكون عندك نوع من الضعف العام اللي بمصاحبه أيضا ضعف في الضغط كل هذه مسببات عديدة أدوية معينة أنت بتاخدها مضاد حيوي ممكن يعمل لك حساسية يؤدي إلى انخفاض الضغط أدوية لبرستاتا أو التهاب لبرستاتا تؤدي إلى انخفاض الضغط أكرر أن نتيجة بعض الأدوية زي أدوية التهاب لبرستاتا أو تضخم لبرستاتا تؤدي إلى خفض الضغط الأدوية المصاحب التي تعطى في حالات الاكتئاب بعض المضادات الحيوية كل هذه عوامل أخرى تؤدي إلى انخفاض الضغط ما يعنينا هنا أنه إزالة المسبب بنحل المشكلة طيب أو نشوف المسبب الرئيس إذا كان هناك مرض عضوي أدى إلى هذا الخلل لأن انخفاض الضغط أخطر من ارتفاع الضغط انخفاض الضغط كما ذكرت في المقدمة معناها عدم وصول دم كفاية إلى الكلة علشان تتفلتر وتخرج السموم من الجسم عدم وصول دم كفاية إلى المخ علشان يؤدي وظائفه وممكن يؤدي انخفاض الضغط إلى السكتات الدماغية والغيبوبة الطويلة ولا سمح الله الموت السريري أيضا عدم وصول دم إلى الجهاز الهضمي معناها ما فيش هضم في كسل في المعدة وفي الأمعاع وأدى إلى التخمة والإمساك وهذا يؤدي يخدنا إلى أمراض عضوية أخرى عدم وصول الدم إلى العضلات معناها الوهن العام يعني بكمية كافية أقصد عدم وصوله بكمية كافية بالتالي للوهن العام والضعف وبالتالي يؤدي إلى المشاكل ربما تؤثر على الأعصاب وعلى مشاكل أخرى هنا بندور على طريقة الحل اللي هي ذكرناها بأن نشيل كل المسببات اللي هي سبب المرض اللي حدث لكن بندور دائما على الأغذية البديلة لا يوجد دواء بل ممنوع إعطاء دواء يرفع الضغط لكن بنعدل في النظام الغذائي علشان نحسن مستوى توازن الدم ومستوى الضغط بحيث يكون أقرب إلى الطبيعي باللاحظ هنا هل هو الضغط الطبيعي الصح 120 على 80 ولا 110 على 70 هو الأفضل أن يكون منخفض 110 على 70 وما يتجاوزش 120 على 80 لأنه مع التقدم بالعمر بزيد ضغطنا تلقائي لقلة مرونة الأوعية الدموية الكل جين تصنيعه بقل فيتامين سي بنبطل ناخد كمية كافية بتزيد الشيخوخة بتقل حجم الخلايا تجديد الخلايا بزيد الهدم على العساب البناء كل هذه عوامل بنقول اللي ضغطه هو شاب 110 على 70 أفضل من 120 على 80 ومع التقدم في العمر بتتعدل وبالتالي لو أنا بأدي وظائف كلها صح بمعنى البول سليم التفكير المشي بصع من النوم بقعد باخد نفس بجف بحسش بدوخة حتى لو ضغط 110 على 70 فهو طبيعي ما فيش أي مشاكل فيها وبيحتاجش أي نوع تعديل في النمط الغذائي الحياتي أو في السلوك الحياتي لكن لو أنا بعاني من الأعراض اللي أنا ذكرتها دوخة كسل النوم مجرد أكلت بدك تنام مباشرة نعم هي مرتبطة بالتشحن بالكبد لكن في نفس الوقت لها مشاكل بانخفاض الضغط كليا وممكن تؤدي إلى النوم لفترات طويلة بعد تناولك أي وجبة غذاء الحل وين أنه تعديل نسبة الأملاح بأنه بنبدأ نعطي ملح الهيملايا معلقة صباحا مع كاسة ماء ومعلقة مساء مع كاسة ماء ليش ملح الهيملايا أو الملح السخري لأنه فيها أكثر من 80 نوع من الأملاح المعدنية اللي بتضبط لي الأملاح أو الإلكترولايتس الكهراء اللي هي الأملاح اللي مسؤولة عن توازن الدم ونقل الإنزيمات والهرمونات وداخل وخارج الخلية بالتالي هذا يعتبر أفضل مصدر الشيء بعض الأغذية تؤدي إلى أنها بتعدل الضغط زي شرب الشاي والشاي وليس الأخضر الشاي الأحمر العادي شرب القهوة عشان فيهن كفايين والكفايين بيزيد الضغط شوية وبالتالي وبتنبه الداكرة والداكرة إذا تنبهت بترجع بتنشط خلايا الجسم وإذا نشطت خلايا الجسم كأنك يعمل التمرين الرياضي بيزيد تضفق الدم فبتعدل اللي هو الضغط عندي بعض المشروبات اللي احنا دايما بننبه بنقول إذا شربتها كثير بترفع ضغطك وأنا أنبه للنقطة هذه اللي هو العرق سوس العرق سوس دائما للإنسان العادي جبل الإنسان مريض الضغط إذا أخذتها 14 يوم متواصلة بدون توقف سترفع ضغطك لذلك بنقول خد عرق السوس يوم بعد يوم أو خد يوم وريح يومين أو خد 14 يوم وريح أسبوع إلى أسبوعين بمعنى إذا جاء شهر رمضان بيكون مشروبنا الرئيسي دائما عرق السوس من ضمن المشروبات أخرى وبقول لك ما ياخدوش مريض الضغط لا يستطيع مريض الضغط ياخد عرق السوس بس ياخدو يوم وتاني يوم ما ياخدش وهكذا المريض المنخفض ضغطه بنقول له خده لمدة 14 يوم متواصلة بس بدنا ننتبه أنه هو بيرفع السوديوم وبيخفض لي البوتاسيوم من الجسم لأنه بيزيد إضرار البوتاسيوم مع أنه فيه بوتاسيوم لكن بيزيد إضرار البوتاسيوم مع البول عشان هيك بنقوله بيأخذ لمدة 14 يوم لأنه عنصر البوتاسيوم أيضا محتاجينه عشان توازنات الجسم وبنستطيع أنه أيضا ناخد العرق السوس مع الملح الهيملايا يوم آه ويوم لا نستطيع أنه نعطي المشروبات القبيعية من العصائر المفيدة جدا عصائر الحمضيات مفيدة جدا في مثل هذه الحالة وهي مغذية وهي بتعالج مشكلة انخفاض الضغط فدائما أول خطوة بنعطيها عندما يكون عندنا شخص بعد من فوقه من غيبوبة إذا كان دخل في غيبوبة ضغط منخفض وهذا صعب جدا لكن إذا قصنا ضغطه لجناء منخفض تلقائه بنديله عصائر طبيعية زي عصير الليمون عصير الكرافوت عصير البرتقال عصير المندلين عصير أي فاكهة متوفرة وخاصة الفواكهة الحمضية متواجرة على مدار الموسم بتكون مفيدة جدا لتعديل الضغط بإذنه وتعالى زائد إزالة المسبب تقوية الدم إعطاء الحديد مع الفوليك أسيد إذا كان عنده أنيميا بنزيل المسبب المرضي أو بنعالج المسبب المرضي نوع الأدوية اللي هو بياخدها اللي سببت له تحسس وانخفاض في الضغط بنغيرها إلى أدوية ما تسببش تحسس أو انخفاض في الضغط بنحاول إنه موضوع الاكتئاب بنعالجه بإعطاء مكملات فيتامين دال 3 بدل ما يعطى الأدوية الكيموية علاج البروستاتا بنعطي العشاب الطبيعية لتضخمها بدل ما ياخد الأدوية الكيموية اللي بتأدي إلى انخفاض الضغط ودائما في الحالات اللي زي هذه بيكون عندي زي شوشة الضراء أو عشبة القرص أو السوب الميتو في أكثر فائدة في علاج البروستاتا وتوازن الضغط وخاصة القرص وشوشة الضراء هذا ما ودت إني أحكيه في موضوع الضغط المنخفض اللي بيجي لبعض الناس إما بحالة فجائية أو بحالة استمرارية تقبلوا تحياتي مع فريق العمل أنشروا ما يصلكوا من علم فعلوا الجرس تقبلوا تحيات دكتور رمضان الشامية